احتضنت مدينة عجلون وفوداً إعلامية ضمت مئات الصحفيين والمصورين الذين يمثلون عشرات وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية حيث جعل الوفد في ربوع المشاريع السياحية والمواقع الأثرية والتقوا مسؤولي المحافظة والقائمين على الفعالية نورسات الأردن رافقت الوفد الإعلامي وأعدت التقرير التالي في بادرة متميزة نفذتها هيئة الإعلام الأردنية بالتعاون مع جامعة عجلون الوطنية ووكالة عجلون الإخبارية استقبلت مدينة عجلون وفداً إعلامياً كبيراً ضم مئات الصحفيين والمصورين يمثلون عشرات وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية بهدف التعرف على المواقع والمشاريع السياحية والأثرية في المحافظة وكان جامعة عجلون الوطنية أولى محطات الوفد الإعلامي حيث كان في استقبالهم محافظ عجلون ورئيس مجلس أماناء الجامعة ورئيس الجامعة وعدد كبير من المسؤولين وفي بداية اللقاء رحب المحافظ قبلان الشريف بالإعلاميين مؤكداً أهمية ودور الإعلام المسؤول الذي ينقض الصورة والحدث بواقعية ومهنية عالية مشيراً للمكارم والمبادرات الملكية التي حظيت بها المحافظة ومن بينها تلكريك عجلون الذي حقق نقلة نوعية تلموية في المنطقة لقد أكرمنا سيدنا بالعديد من المكارم الله يطول عمره وعمر ولي أهده الأمين وعجلون حظيت بالكثير من المكارم الملكية وجاءت عبر مبادرات ملكية عدة وآخر شيء ما كان زيارة أكرمنا فيها سيدنا قبل أكم يوم لكن إذا تحدثنا عن عجلون كما أشار إليها طوفة الأخ عامل إصمادي بأنها هي آخر محافظة بعد سكانها ومساحتها لكن عجلون هي الآن أجمل محافظات الأردن ولا ننقص من شقيقاتها باقي المحافظات وهي الأكبر استثماريا وأشار رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندي إلى أنه بوجود هذا الحشد من الإعلاميين أطلقت الجامعة مبادرة عجلون أكسجين الأردن حيث تشكل هذه المدينة السياحية رئة الوطن بالغطاء النباتي الذي يبث الأكسجين في فضاءات البلاد معلنا بهذه المناسبة استحداث الجامعة لبرامج تدريبية ترتقي للدبلوم العالي في الصحة البيئية وفي تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستحداثها أيضا مركز تدريب للأدلاء السياحيين لإقليم الشمال ومركزه الجامعة مبادرة عجلون أكسجين الأردن وانطلاقها من جامعة عجلون تحديدا نتيجة أو تلخيصا للزيارات الملكية المتتالية في السنوات السابقة وهذا العام وتركيز جلالة الملك على استغلال البيئة العجلونية وجمال الطبيعة والخصوصية الطبيعة في عجلون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فركزنا نحن بشكل خاص على التعليم وذلك بادرنا باستحداث كلية للعلوم الزراعية رح يكون فيها برامج متخصصة في الزراعة الذكية والإنتاج النباتي الذكي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإن شاء الله طموحنا كبير بتوقيع اتفاقية ومذكر التفاهم اليوم مع منظمة العالمية الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية اللي بتركز على برامج صحية برامج بيئية مجتمعية وباستخدام الذكاء الاصطناعي لذلك احنا رح يكون عنا professional diplomas في مجالات الصحة والبيئة ومن جهتي قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد الصمادي إن أهالي عجلون يتطلعون اليوم لأن تكون محافظتهم قبلة الأردنيين للإطلاع على مقاوماتها ومنتجاتها وقال مدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إن زيارة الوفد الإعلامي جاءت لتنهض بعمليات التشبيك مع المحافظات حيث البداية من عجلون والتي ستشمل مستقبلاً بقية محافظات المملكة معرباً عن أمله بأن تتطور هذه المبادرة الريادية لتسليط الأضواء على بقية المحافظات واعتبر مدير سياحة المحافظة في راس خطاط به ومدير وكالة عجلون الإخبارية منذر الزغول زيارة هذا العدد الكبير من الإعلاميين فرصة تاريخية للترويج لأماكننا السياحية والأثرية في المحافظة والتي يتجاوز عددها 250 موقعاً أثرياً وسياحياً عجلون الخضراء، عجلون الطبيعة، عجلون الجمال، عجلون الساحرة نرحب فيكم بالمحافظة التي تشهد الآن حركة إعلامية واسعة هذه الحركة التي نريدها لكل جزء وشبر من محافظة عجلون لإطلاع الزوار والسياح على كافة ورقعة المحافظة وشو المكنونات الموجودة بهذه المحافظة وكان الإعلاميون قد زاروا مقام سيدة الجبل في عنجرة وموقع ماريلياس كمواقع الحج المسيحي المعتمدة من قبل الباتيكان والمركز الثقافي ومجمع عجلون الشبابي ومحمية غابات عجلون والأكاديمية الملكية لإحماية البيئة وأكواخ المكرمة الملكية ومعامل الصناعات الوطنية وغيرها وفي نهاية الجولة توجهوا لزيارة موقع التلفريك الذي زاد من قيمة عجلون السياحية هذا المنتوج السياحي الجديد في محافظة عجلون بيعمل على تنشيط الدورة الاقتصادية في هذه المحافظة فبالإضافة إلى التعريف بمناطق عجلون السياحية والأثري والبيئية له مراقب كثير مهمة خاصة في موضوع تشغيل الشباب فهو يوفر حوالي أربعين فرصة عمل لأبناء محافظة عجلون مما يعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى الفوائد الجانبية من هذا التفريك وهي أنه عملية تكثيره هناك بتم استثمار في مجال المبيعات وخاصة الفنادق والمطاعم والكفشوبهات فهذه الدعوة لكل اللي يشاهدون عبر هذه الفضائية أنهم يجوا زوروا تلفريك عجلون لاتمتع بالمناظر الطبيعية الموجودة في منطقة غابات عجلون بشكل أساسي وفي قلعة عجلون وكل الأماكن الأثري والسياحية والبيئية في المحافظة تم اليوم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك ما بين الأكاديمي الدولي للصحة المجتمعية أياف وجامعة عجلون الوطنية وهذه الاتفاقية ستتيح الفرصة للطرفين التعاون المشترك حيث سيتم إطلاق عدة برامج تدريبية لعلى من أهمها دبلوم التقني في مجال صحة وأسحاح البيئة وهو أول دبلوم يطلق على مستوى الوطن وعلى مستوى الإقليم وسيكون جاذب ومستقطب للكوادر الصحية من الإقليم وعبر الصحفيون عن سعادتهم في المشاركة بهذه الجولة الهامة مؤكدين أن محافظة عجلون باتت تضع أقدامها على خريطة السياحة المحلية والعربية والعالمية آملين من كافة القطاعات الرسمية والأهلية في المنطقة اغتنام هذه الطبيعة الخلابة لترويج السياحة في محافظة عجلون وإطلالاتها الجميلة والمميزة الصحيح تأتي هذه الزيارة ضمن مبادرة وطنية هذه باكورتها وستمتد لتشمل كل مناطق المملكة هذه مبادرة قامت بها هيئة الإعلام بالتنسيق مع جامعة عجلون ومحافظة عجلون ووكالة عجلون الإخبارية والكثير من الجهات الداعمة في عجلون الهدف منها هو إطلاع وسائل الإعلام والإعلاميين على ما تحتويه عجلون من كنوز سياحية وأثرية وتاريخية ممتدد عبر الإزمان صحيح أن محافظة عجلون وإن كانت أصغر المحافظات مساحة وربما من أقل المحافظات سكانا إلا أنها تزخر بالمئات من المواقع السياحية والأثرية والدينية للديانتين الإسلامية والمسيحية فكما هو معلوم فقد اعتمد الفاتيكان موقعين من ضمن خمسة مواقع في الأردن خمسة مواقع في الأردن منها موقعين في عجلون وهي كنيسة سيدة الجبل وكنيسة ماريلياس الواقعة في اشتفينا وهذه الأماكن معتمدة الآن يزورها الحجاج المسيحيون من كل أنحى العالم موسيقى موسيقى